عارفين جداً إن الممنوع مرغوب عند ولادنا ومهما حاولتي ومهما زعقتي ومهما كسرت البيت كل اللي انت بتزعق عليه عليه بالنسبة لهم ولا حاجة طول ما انت بتقولي لأ هم عايزينه طول ما انت بتقولي الموبايل لا يبقى الموبايل ده أغلى حاجة في حياتهم ولو انت جيتي وقلتي التيك توك ممنوع نهائي يبقى التيك توك ده أنا مش عارف عيش من غيره احنا تكلمنا قبل الفاصل إزاي نلاقي بديل بديل للتشالنج أو التحديات اللي بنشوفها على التيك توك طب ايه البديل يعني هل فعلاً فيه بديل هو احنا لما نعرض لعبة ياريت بقى نفوكسد الترند مش يبقى على اللعبة الترند يبقى على الضرر اللي وقع على الولد لما لعب اللعبة وبكده أبقى أنا بمنع ان الترند ده يبقى الولاد تقلده زي أهم جزئية في السوشيال ميتيو بدل ما نعمل فوكس على السجاير لإحنا نعمل فوكس على أضرار السجاير على رئة شخص بيشرف سجاير ونحط الصور خلينا نقول إن الصور بيبقى لها تأثير كبير جداً على السلوكيات لأن انت بتدخل للعقل الباطن الصورة هي كل ما يحط الصجار على بقه يفتكر شكل الرئة المزيمة فده مهم قوي الصورة بألف كلمة من قبل ما يطلع التيك توك من قبل ما يطلع وكان فيه أبليكيشنز كتير وكان الولاد كانوا بيتهفتوا يعني كان عندهم حالة كده الشيزوفرينية أنه هو ماسك الموبايل توالوقت بس كان الأول هو نفسه يعني مثلا لو بنت صغيرة 13-14 سنة هي شايفة فيه بنت في الصين أو فيه بنت معالش فيه مشهورة قوي وبقت أغنى بنت في العالم وعندها فالورز بالملايين فهما عندهم يعني اللي هو أنا معايير القيم اختلفت معايير النجاح اختلفت معايير النجاح دلوقتي ما بقتش في العلوم والتكنولوجيا والرياضة والطب معايير النجاح الأكتر بقت في أكتر حد عامل حاجة غريبة ومختلفة وبياخد أكتر لايكس وبياخد أعلى نسب مشاهدة أقولك كمان بقى على حاجة يعني مش بس معايير النجاح معايير القبول يعني القبول زمان البنت كانت تبقى أثقف نفسها لما حد يقولها أنت أمر شكلك حلو الله شعرك جميل أو مثقفة جسمك حلو إيه ده ده أنت طالعة الأولى على المدرسة ده أنت دلوقتي لا هي ممكن تبقى أمر جميلة الجميلات وفيها كل المميزات وعيشة عيشة جميلة جدا ومرتاحة بس هي عندها عقدة نفسية أن ما عندهاش قبول أو مش محبوبة لأن ما عندهاش فولورز كتير بزاك فحطة الفولورز دي بتسبب إحباط لبعض النماذج أنا جات لي فعلا نماذج زي ما حضرتك بالحكية بزاك أنا بيجي لهم إحباط أن أنا مش محقق التارجت ده فالتارجت هو إيه؟ التارجت بقى أكتر تيك توك في ألفاظ مخلة هو اللي بياخد أعلى لايكس اللي فيه عرية أكتر بياخد أعلى لايكس إحنا لازم نفهم ولادنا بقى ده وعلى فكرة يعني أنا شفت تيك توك إيجابية جدا بتركز على نماذج شخصيات نجحة عجبتني إحنا نقدر نغير ده على فكرة يعني ده في إدينا إن إحنا نركز على نماذج نجحة أو على طفل اخترع حاجة أو طفل جاب سكورة عالي جدا في مسابقات دولية على مستوى المدارس ونعمله ترند ده كله في إدينا وبنسميها قوة السوشيال ميديا خليها نستغلها بقى بشكل إيجابي شوية بعد كميات السلبية اللي إحنا بنشوفها والضرر السلبي ترجمة نانسي قنقر